كان قطاع غزة ويدعى علي مهدي إلى منزله في مخيم الشاطئ للاجئين بعد اتفاق الهدنة ليجد والده ميتاً ومنزله مدماراً بسبب القصف الإسرائيلي العنيف كذلك كان الحال بالنسبة للحي الساحلي الذي كان نابضاً بالحياة في يوم من الأيام حيث تحول إلى أطلال والدي وابن أخوي استشهدوا من جيمة 14 يوم 14 يوم إنه مع باب الدار أخواتي مصابين طبعاً في الشفا في عنا كمان شهده هين أبو يزني الجروشة جارنا أبو عدي الأدغام وعنا شهده هين غرب من المنطقة مش عارفين من وين من الشمالة طبعاً أنا بعد معاناة يومين لما عارفت لما صارت الهدنة اليوم مبارح واليوم عرفت اليوم بمعاناة ومساعدة شاب إنه أقدر أسحب أبويا وأدفنوا جوا بيتي جوا فيش عنا سعاف فيش عنا صليب أحمر فيش عنا حتى إرسال جوال ولا إرسال وطنية ولا جوال أصلاً فيش إضاءة فيش ضو فيش مية هنا جلبوا حياتنا كلها جحيم ترجمة نانسي قنقر